اهلا بحضراتكم جميعا في حلقة استثنائية وحصرية في فكرة تانية النهاردة عاوز حضرتك تتطمن لانك بس مش هتضمن انك تنجح بعد تطبيق الحلقة لأ وكمان هتستمتع بسورة شرحها وتطبيقها ومن غير مطور عليكم يلا بينا بس اتمنى تشوفوا الحلقة النهاردة الاخرها والحكم النهائي لحضراتكم تماما اصدقائي الموقع اللي هنشتغل عليه هو موقع ديليم هوست الطريقة اللي هنستخدمها مع بعض النهاردة مش مشروحة على اي قناة تانية على اليوتيوب سواء عربية او اجنبية كل الشروحات بتاعتي حصرية موجهة لحضراتكم ببساطة لو نزلنا تحت شوية كده قبل ما نبدأ التسجيل في الموقع والشغل عليه هتلاقي فيه آلة حزبة بيقول لك عن طريقها انت هتقدر تربح قد ايه طبعا الموقع في بقات تمام اي حد بيجي يشتري باقة من البقات دي حضرتك بتكتلي تاخد الارباح المعروضة في الآلة الحزبة دي او الخاصة بالموقع كده اما حضرتك شايف عندك لحد مية وخمسين ومئسين دولار على حسب الخدمات اللي هو بياخدها طب ايه هي الخدمات دي اصلا انه بيقدمها الموقع سريعا هي خدمات لها علاقة بالدومين والاستضافة ورفع لنك المواقع انها تتصدر محركات البحث في جوجل فطبعا كل خدمة من الخدمات دي بيبقى ليها التسعيرة بتاعتها طيب انت كل حد بيتجيبه وبيبتدي ان هو ياخد باقة من الباقات دي بتبتدي تاخد الربح اللي حضرتك شايفه في اليمين هنا طبعا دي الباقات اللي هي الشيرد ستارتر في الباقات بعد كده اي حد بيجي اشتريها حضرتك بتاخد بشكل مباشر مية دولار وعندك لحد المية وخمسين دولار وعندك خدمة السيرفرات بتاخد عليها ميتين دولار ده للشخص الواحد او لو حتى شركة بيتجيبه ان هي تشتري الخدمة دي من خلالك طبعا قبل ما نبدأ في الشغل اكيد حضرتك عاوصة تطمن طبعا الموقع ده فعلا طادقة للموقع ده قوي الموقع ده بيتصدر في ترسط فيلوت اه تصدر غير عالي مميز جدا في الرنك بتاع اوزام حضرتك شايف هو واخد تقييم عالي جدا اربعة وسبعة من خمسة واخد تقييم خمس تلاف تلتمية تلاتة وعشر واحد اه واخد ستة وتمانين في المية الخمس نجوم العلامة الكاملة وستة في المية اه اربع نجوم يعني حضرتك بتتكلم في حوالي اتنين وتسعين في المية نجاح مبهر في تصنيف الموقع على ترسط فيلوت وده بيديك سكو ان حضرتك تشتغل عليه طيب احنا دلوقتي عاوزين نشتغل على الموقع كل طيب من حضرتك انك لما تحب تشترك فيه نظام الافريات بتنزل بتحت كده خالص بتحت كلمة وبتحت كلمة بتلاقي كلمة افريير بيظهر لك الصفحة اللي احنا عليها دلوقتي كل اللي عليك دلوقتي انك تعمل ولكن انا هخلي تسجيلي في الموقع في اخر الحلقة بحيث ان انا مشتتش حضرتك واخش في صلب الموضوع على طول ونشوف الموضوع ماشي معنا ازاي عشان نحقق الارباح بتاعتنا كمان عاوزة نوح ان في مهم سبقة اسبوعية قامتها مئتين دولار هتقدم لعشر اشخاص شرط المسابقة سهلة وبسيطة كل اللي عليك انك تعمل دلوقتي للحلقة شترك في القناة وتفعيل زر الجرس وانك تجاوب على سؤال الحلقة اللي هبتدي اتراحه بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة يلا بينا نعم طمام صديقي بعد ما عملنا تسجيل دخول احنا كده على بتاعت الموقع بتاعته بسيطة مش معقدة خالص زي ما انت شايف هنا بتلاقي مثلا لو انت بعد ما بتسوق الخدمة بتاعتهم بيقول لك اللي عصرت الناس اللي شافت اللينك بتاعك الناس اللي ضغطت عليه الناس اللي اشترت هنا الناس اللي اشترت البقات دي هنا الفلوز بتاعتك اللي انت جمعتها هنا بيقاوت بشكل عام خلال السنين كلها وهنا في السنة الحالية اللي حضرتك فيها طب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي مبدئيا وهقول لك في الاخر ازاي حضرتك بتسحب فلوسك وما تقلقش الطريقة مضمونة للناس كلها في اي مكان في الدنيا طيب مبدئيا احنا بنروح على اوفرز منع الشمال بعد كده بندوس على اول اوفرز بعد كده بندوس على دريم هوست ريورز تير وان بالشكل ده هنا ده اللينك بتاع حضرتك اللي انت بتسوقله كل اللي عليك انك بتمل كابي تراكينج لينك ولو جينا فتحناه في براوزر تاني بالشكل ده هتلاقيه فتح لنا الموقع بالبقات بتاعته اي حد ده يبتدي ان هو يطلع على الموقع هيشوف الخدمات بتاعت الموقع بالاسعار بتاعتها ويقرع عنها وكل الكلام ده كله مجرد ان هو بيعمل شراء لأي حاجة حضرتك بتبتدي تاخد بداية بداية اقل خدمة زي ما شوفنا في الموقع هي خمسين دولار لحد مية وخمسين ومتين دولار لحد يشتري باقه بس من الموقع ده انت كده كذبان مية في المية وهواريك دلوقتي زي ان احنا بنضمن حاجة زي كده بطريقة جديدة جدا لم تشرح من قبل في اي مكان اطلاقا دلوقتي ده اهم خطوة بنضمن بيها ضمان الارباح بتاعتنا ان احنا بنبتدي نروح على شاتج بتي او جوجل برد ونقول له اكتب لنا ايميل تسويقي لدريم هولت عشان نقدر نستخدم الايميل ده في التسويق بتاعنا وهتشوف دلوقتي حاجة جديدة ومختلفة نقدر نضمن بها فعلا الارباح اللي بكلم حضرتك فيها طيب هو كتاب لي خمس ايميلايات فانا باخد الايميل المناسب بالنسباني وابتدي استخدمه في الطريقة التانية دلوقتي والطريقة دي ان انت هتروح على جوجل بالشكل ده وتكتب هنا ديجيتال ماركتنج اجنسي ان نيويورك او في اي بلد حضرتك عاوزها هتظهر لك كل وكالات التسويق الرقمي اللي في نيويورك او في امريكا بالشكل ده هتبتدي ان انت تدوس على مابس بالشكل ده هتظهر لك كل الوكالات دي بارقام تلفوناتها بالايميل بتاعها بالكلام ده كله بالويب سايت بتاعها عاوزك تعمل اي دلوقتي انك تفتح ويبسايت بتاع اول وكالة وهتبتدي تنفس نفس الخطو دي على كل الوكالات الموجودة بعدما دخلنا على الموقع بتاع الوكالة دي كل اللي عاوزك تعمله دلوقتي انك تعمل ايه هتنزل تحت خالص كده اخر الموقع بعد كده هتلاقي دايما في النهاية بتاعت الموقع في الايميل بتاعهم ده الايميل اللي هتبتدي حضرتك ترسل لهم في الايميل الترويجي بتاع دريمهوست اللي احنا طلبنا من شاتجي بيتي انه هو يحضرناه لنا فخلينا نبعت الايميل بتاعنا للوكالة دي ونشوف الموضوع تم ازاي طبام صديقي زي ما احضرتك شايف معي ابتديت احط الاميل بتاعهم زي ما اarella من هنا است .... بدت احط فيهII 2 الي بتبقى في الايميل بعد ذا حضرت عنوان الايميل اول عنوان الليه هو كتبهري بالشكل ده كشيف م Elizabeth i checkedół لنا هلو وحضرت اسم الوكاله اللي انا اشغل عليها الضرط اللي اسم احضرته في التحية المبدائية بعد كده حطيت الاميل بتاع الشاتجي بيتي وبعد كده حطيت الامضاء بتاعتي بعد كده بعمل سند انا مش محتاج اعمل حاجة اخرى كده ولكن لو حضرتك منكز معي فيه حاجة نقصة الحاجة النقصة هنا هي لينك التسويق بالعمولة انا ما حطيتوش فهبتدي ادوس انتر كده كده مراتين لانه دوت شاتجي بيتي مش من دهوني وهبتدي اقول له اتشك اوار اوفرز فروم هير ويبدأ ان احطي لينك التسويق بالعمولة بتاعي هنا فهبتدي ارجع ال Gorin واياخد اللينك بتاعي بالشكل ده طبعا ال Link هنا طويل وشكله متجذري فالافضل ان انت تعمله Shorting عن طريق موقع Bitly عشان يبقى شكله افضل طبام صديقي انا هنا عملت اااااا تقصير لينك بتاعي علكان يبقى شكله ظريف يبقى الشكله كأنه اسبام او حاجة مقززة كده انا الايميل بتاعي لشركة دي جاهز ودي اول شركة في الشركات اللي احنا جيبناها طبعا هتطبق نفس الكلام ده في كل الشركات دي زي ما حقيقة شايف عدد لا نهائي وبنستهدف بيها شركات بحد يعنيها مش بنستهدف هنا بقى اشخاص الناس اللي هي كانت بتدور زي نجيب العملة بتاعتنا انت هنا بتستهدف الشركات بشكل مباشر وفي الغالب الشركات ديت هتشتري البقاط اللي بتقسم من خلالها 200 دولار على كل شرة بيتاخد حضرتك ربح 200 دولار فهتطبق نفس الكلام ده يعني على سبيل المسال ممكن تاخد لك في اليوم 10 شركات كل يوم 10 شركات هتلاقي الموضوع في الشهر فرق معاك كويس جدا ممكن تصل لحد 1000 دولار حتى لو ربنا قرمك في الموضوع ده طيب احنا كده خلصنا الايميل بتاعنا بنعمل ايه؟ بنبتد ان احنا ندوس سند كده احنا خلصنا رسال الايميل بتاعنا للوكالة ديت وزي ما اتفقنا بتطبق نفس الكلام ده على الكل وزي ما حددتك شايف ده شكل الايميل بعد ما بعدته لهم ده بيبقى الشكل اللي هما هيشوفوه قدامهم حاجة احترافية جدا مكتوبة من غير اي غلطة املائية شارج بتي هو اللي عملها لنا حاطيني اللينك بتاع التسويق بالعمولة بتاعنا تحت كل اللي عليهم وانهم يخشوا بس يتفرجوا لو عجبوا بالموضوع بيبتدوا انهم يشتروا بقى من البقاط دي ويجربوها فالموضوع win to win والكل كذبان كمان فيه تركيا كمان هعرفك عليها دلوقتي ازاي كمان تسوق من خلالها ولكن ده وقت سؤال الحلقة للحابة بيشترك فيه المسابقة الاسبوعية كل اللي عليك انك تجاوه السلام ده في التعليقات تحت عشان تكون مههل للفوز بالجائزة الاسبوعية كمان ما تنساش تعمل لايك اشتراك في القناة تفيد زر الجرس لايك يا جمعة تبلاش كل اللي عليك انك تنزل تدعمني على المجهود اللي بقدمه لحضرتك بشكل مجاني تماما اللايك بيفيدني جدا 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 فأتمنى ان حضرتك تدعمني من خلاله يلا بينا نطرح سؤال الحلقة سؤال الحلقة بيقول كم عدد الايام التي يحتاجها كوكب عطالد من اجل اتمام الدورة حول الشمس كل اللي عليك انك تجاوه السؤال ده في التعليقات تحت عشان تكون مههل للفوز كمان انصحكم بشدة تتابعني على الفيسبوك والتليجرام والواتساب بينزل عليهم كل جديد اول باول فزمنا مع ريتيوب يلا بينا نكمل تمام اصدقائي بالنسبة للتركاية اللي ممكن نستخدمها كمان في الترويج للموقع بتاعنا وعن طريق الايميل اللي بنقدر او البراجراف اللي خدناه من شجي بتيه عشان نتسوق به ونكسر من خلاله هو موقع كورة كل اللي عليك انك بتيجي في السيرش او البحث من فوق كده بتكتب اكتب السؤال ده زي ما انا كتبه كده بالزبط عشان تطلع لك الناس اللي بتسأل السؤال ده وبتل تقدر ان حضرتك تتسوق لهم الموقع بتاعك وبتل لو الناس دي ابتدت تشتري الخدمات بتاعت الموقع حضرتك بتربح في المقابل ولكن التركاية هنا انك تجيب الناس لسائلت السؤال ده بحد اقصى من اسبوع فات فهتبتدي تلاقي الاسئلة اللي ظهرالك بالشكل ده كل اللي عليك انك تبتدي تدوس على علامة الكومنت بالشكل ده وتبتدي تجاوب الناس دي بالبراجراف اللي احنا كنا عملناه واللي فيه لينك التسويق برامورة بتاع حضرتك وزي ما عادكم شايفين انا حطيت نفس الكلام اللي انا كنت كتبته في المين السابق ولكن حطيت اسم الشخص السائل للسؤال ده وحطيت بعد كده الكلام اللي بيروج للخدمة بتاعتنا وحطيت اللينك بتاع الموقع تحت بعد كده برضو نفس الكلام بعد كده بادوس قاعد كومنت بيبتدي ان هو يداف معايا كومنت بشكل احترافي جدا مفيش في اي مشكلة بالشكل اللي حضرتكو شايفينه واي حد كمان بيبتدي يخش عشان يشوف التعليقات اللي على السؤال ده بيبتدي ان هو يخش على اللينك بتاعي انا كده بضمن استهداف كبير جدا من الجمهور. بالنسبة للتسجيل في الموقع كل اللي هنعمله ان احنا نعمل من هنا. بعد كده هقول له بعد كده هنفتد نحط البيانات دي وارجع لحضرتك وانشوف احنا كتبنا اين. طيب زي ما حدرتكوا شايفين معي انا حطيت الكمبني او الاسم بتاعي بالشكل ده. بعد كده الويبسايت هنا انت ممكن تعمل دابليو دابليو دوت اي حاجة انت عاوزها دوتكم مش فرقة. اننا الموقع مش حاجة ممكن حتى تحط آآ لينك الفيس بوك بتاعك اي حاجة مش مهم بعد كده العنوان بتاع حضرتك المدينة اللي انت فيها البلد بتاعتك الرقم البريدي بتاع المنطقة بتاعتك بتاعتك او المنطقة بتاعتك انا نخليها جيزة. طبعا كل حاجة تبقى بالانجليش. بعد كده هندوس طبعا هنا هنفتد نحط الاسم الاول لحضرتك الاسم التاني اللقب بتاعك الايميل بتاعك والباسورد وهناعمل نكست. تمام كل اللي عليك صديقي انك تامل نفس اللي انا كاتب واول حاجة هتكتب فيها جوجل سيرش ازاي عرفت عنهم بعد كده سوشيال ميديا انت هتلوج للموقع بتاعهم مثلا على سوشيال ميديا بعد كده هتاعمل الاختيارات دي كلها هيس بعد كده هتاعمل نكست تمام بعد كده هنعلم على التلات اختيارات دي بعد كده هقول له تسجيل. كده اكون شرحت لحضرتك الموقع وازاي بنسوق عليه كده نايس ان حضرتك تعرف ازاي بقى تسحب فلوسك لما تحقق ارباح على الموقع بتدوس على ماي اكاونت بعد كده بتروح على علامة تبتدي تنزل تحت بتدوس علامة طبعا فوقها تلاقي فيه حاجات لها لقب التاكس التاكس هنا بيخصم منك حوالي عشرين او البرعتاشر في المية ولكن هي معقدة جدا فبتالي ما انصحكش انك تمناها خصوصا انك تبقى فيها بياناتك ولو حاجة انت عملتها غلط كده ولا كده الموضوع بيقفل الحساب فمنصحكش انك تعملها فقط اسحب التمالين في المية ارباحك مفيش فيها اي مشكلة العشرين او الربعتاشر في المية مش هيقصروا عليك هتبتدي تدوس بالشكل السياسي دي الموضوع هنا سهل وبسيط قوي الموضوع كله بيتنوا عن طريق تحويل بنكي او عن طريق البيبل في ناس تقعد تقولي ان احنا محتاجين البيير ومحتاجين البيتكوين وكلام ده كله يا جماعة الحاجات تبقى موجودة في مواقع اصلا ان المصداقية فيها شبه معدومة الا مع راحة مربي يعني حاجات قليلة جدا الحاجات اللي فيها شغل بجد وفيها مصداقية دايما بتلاقي الدفع فيها بيكون عن طريق التحويل البنكي واللي بيميز الموقع هنا ان انت ينفع تسحبه على اي حساب محلي خاص بحضرتك يعني لو في مصر مثلا الموضوع بالمصري ينفع ان انت تاخد العملة بتاعتك بالمصري يعني لو كتبت اي جي فيها هتلاقي فيه هنا الايجيبشن باون دي العملة المصرية يعني ينفع اخدها بالعملة بتاعته ايا كان البلدك ينفع ان حضرتك تستلم ارباحك بالعملة بتاعت حضرتك مش لازم تفتح مثلا حساب دولاري او حساب اروبي او الكلام دا كله ينفع تسحب ارباحك بالعملة المحلية بتاعت حضرتك بعد كده بتحت الايبان بتاع البنكي بتاعك بعد كده بتبطي تحط الحساب بتاعك اه حساب شخصي ولا بيزنس اكيد بيبقى شخصي وبتبتدي ان حضرتك تملك كل البيانات اللي تحت بتاعتك وبعد كده خلاص بتبتدي ان انت تأمل كرييد تم اضافة الحساب بتاعك طبعا فيه كمان البيبل لو انavi بيبل بتبتد ان حضرتك تحط امين البيبل بتاعك وبكده تكون عملية الرابط بتاعت الحسابات بتاعتك تمت طبعا بالنسبة للارباح بتاعتك هي بتتم بشكل اوتوماتيك كل اول شهر يعني مجرد ان ما فيها عملية تمت تقدر زي ما حدايك شفت في الداشبورد تشوف ارباحك وبالتالي الفروز بتبتدي تتحولك كل شهر مجرد ان ما بتتم اي مبيعة سواء مية وخمسين دولار خمسين دولار متين دولار بتبتدي ان هي تتحولك في حسابك وبكده اكون خلصت اه شرح الموقع اي حد مش فاهم اي حاجة انا تحت امروكم في التعليقات تحت كمان متنساش تعمل لايك مرة تانية اللايك بيدعمني ومش بيكلب حضرتك اي حاجة ولكن هو بس اه مجرد دعم لي ولمجهود اللي ببزله لحضرتك شكرا جدا لحضرتكم مرة تانية وشكرا جدا لدعمكم المستمر الى اللقاء في حلقة جديدة من فكرة تانية غدا ان شاء الله القاكم على خير. كمان عاوز ان نوح ان في مسابقة اسبوعية قمتها ميتين دولار هتقدم لعشر اشخاص. شرط المستبقى سهلة وبسيطة كل اللي عليك انك تتابع لك للحلقة. اشترك في القناة وتفعيل زيادة للجرس. وانك تجاوب على سؤال الحلقة اللي هتودية اتراحه بشكل عشوية خلال مدة الحلقة. يلا بينا.